يا مساء الخير يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى معاكم دايماً كل يوم اثنين الساعة سابعة بالدقيقة يمام مختار ومشكلة جديدة بنحاول لناقشها مع بعض ونشوف لها حلول ترضينا النهاردة بقى هنتكلم على جروبات المامز طبعاً أي أم مجرد ما ابنها أو ابنتها بتدخل المدرسة على طول مباشرةً إجباري لازم تلاقي نفسها رايحة في تراك جروب المامز طيب كل المدرسة بتبقى عاملة جروب للكلاس اللي ابنها فيها أو ابنتها فيها جروب المامز دي بصراحة يعني أنا معايا شخصياً لها حكايات وروايات بس أنا في الآخر مش أقولوك على تقريبتي الشخصية لكن أنا من الناس أنا من الناس اللي بتكره جداً الجروبات دي وكنت ببقى مضطرة أن أنا أدخل على الجروب ده في البداية وبنتي صغيرة حشان مثلاً فيه واجب هي مش إليل عليه أفتح شنطتها أتابع زي ما كل الأمهات بتتابع الواجبات والأنشطة اللي بتتاخد في المدرسة فيه مثلاً حاجة أنا مش فاهمها أفتح الكتاب مش فاهمة طب الواجب ده بتعمل إزاي؟ فأضطر أفتح جروب المامز وادخل أكتب يا جماعة النهار ده مثلاً واجب الفرنسي مين يعرف إيه اللي هيتعمل؟ يا جماعة الدفور بتاعه مثلاً الماس مين؟ فبسأل وطبعاً الأمهات كلها بتساعد بعض وبتدي معلومات ممكن كمان يبقى فيه مثلاً مشكلة حصلت في المدرسة وبنتي مجاتش حكيتلي عليها بقى بدخل كده أرمي كده كلام إيه اللي حصل النهار ده يا جماعة فتلاقي بيردوا عليكي يعني جروب المامز ده بيبقى عنصر مساعد لأي أم سواء بقى في الأنشطة طب الرحلة بكرة فين؟ طب الساعة كام؟ طب يعني تجمع فين يا مامز؟ يعني الأمهات مع بعض كده بيساعدوا بعض هو دايماً أنا بشوف جروب عليه التيتشر وده بيبقى صارم جداً بتدخل هي تقول تعليمات والجروب التاني بقى المامز بياخدوا يدوا مع بعض الواجب ده صعب لا ده سهل لا بكرة لازم يجيبوا معاهم كذا كل ده كان حلوة قوي وحقيقة كنت بستفيد وكنت بحس إن أنا بعرف أتابع أي مشكلة بتحصل لأولادي منها على جروب المامز لكن من فترة كده لقينا الجروبات دي ابتدت تتحول لعنصر تسويقي أنا قاعدة بقى إيه في hotline يعني اللي عايزة بتعمل منتجات معينة product معينة بتبعها فبتروح حطها على جروب المامز اللي بتطبخ أكلها معرفش إيه حلوة طب إيه رأيكم اللي عايز أكل زي ده فإعلانات عن الأكل اللي مثلاً عندها طباخة وعايزة سعيدها تشتغل في كذا بيت مثلاً فتلاقيها بتسوق للطباخة فجأة أنا لقيت محلات لبس أكل ميكاب ما يمنعش عادي خالص شعر إزاي مثلاً بنتي شعرها كيرلي فإزاي يعمل كذا طب إيه رأيكم يا جماعة أنا شفت سبامر فأنا بقيت أدخل على الجروب بقيت أتوه يعني أنا بقيت أتوه فشوية بشوية بتدوا كرهوني في الجروب المامز خالص ما بقيتش أحب أدخل عليها نهائي اللي هو أنا هدخل أسأل على الدراسة والواجبات ولا هدخل بقى نبقى إعلانات بقى ما الموبايل في إيدي 24 ساعة إعلانات شفنا كتير على الجروبات المامز والمشاكل دي في الدراما عموماً في المسلسلات وشفناها الجسدت في الدراما وفي السينما موضوع زي مثلاً فيلم جروب المامز كان فيه فيلم اسمه جروب المامز وكمان كان فيه مسلسل اسمه حكايات جروب المامز لا ما الموضوع تقيل لا موضوع مش خفيف يعني ما يمرش كده مرور الكرام جروب المامز الفيلم ده حتى أن احنا ممكن نلاقي حاجة مفيدة تتحول لمنصة الترويج أو إشاعات يعني حتى الفيلم ده عرض الحتة دي وعرض أن الجروبات دي إزاي تحولت من حاجة لطيفة مفيدة محترمة لمنصة أن أنا أقدر أعرض فيها كل حاجة هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من ضيف اللي هينوارني في الستوديو هو ممثل وكاتب في نفس الوقت هيكون معنا الأستاذ محمد طلعت وهو ممثل بدأ بالمسرح والستاند أب كوميدي وكمان شارك في كتابة معظم سكتشات برنامج أبو حفيزة وطبعا برنامج كوميدي يعني أنا أشوفه بس يعني باتحك بس وكمان كليم مشاركة مميزة في المسلسل برضو الكوميدي هبأ رجل الغراب ومسلسل طلع التروحي هنعرف منه أكتر وهنتكلم على جروبات الماميز واللي مهتم بجروبات الماميز ما يفوتش دقيقة من الحلقة النهاردة لأن انتي هتستفيدي أكيد أما دلوقتي بقى هنتقابل من خلال زوم مع الأستاذة ريهام إبراهيم وهي النموذج لأم تقول لنا هل جروب الماميز ده بيساعدها ولا هي ابتدت كمان يعني تبعد عنه أو إيه المشاكل اللي هي بتقابلها في جروب الماميز لقوة مساء الخير يا ريهام مساء النور زي حدثك شايفاكي مبتسمة كده وردية علانة بأول ومعايا في نفس المشكلة طيب انت عندك ولاية في قولة عدادي وتالتة بتدائي صح كده صح كده يلا تكلمينا بقى عن تجربتك مع جروب الماميز ودخلتيها من أول يوم ولا يعني أنا مش هادة أحكي بقى احكي انت لأ أولا من أول يوم بصراحة كنت فيها يعني ما كانت بالنسباني أول جروب الماميز كنت عارفاها ولا عارف إيه اللي بيحصل ولا بس كنت تايها جدا لغاية ما دخلت جروب الماميز تمام أنا عافرة حاليك مش بتحبي جروب الماميز بس أنا بالنسباني أنا بحبه جدا جدا مقدرتش مقدرتش يستحمل مقدرتش وهاليك عندك حق بصراحة يعني مقدرتش يستحمل هو المشكلة في جروب الماميز ان انت فيعلا باتناني تسحي تلاقيه 3000 مسج بالزابط هي بجد كده أنا لو فدته نصف ساعة برجع لقيه 3000-4000 مسج خاصة ان انا عندي بنتين فالبنت الكبيرة بيبقى عمدها جروب والبنت الصغيرة عمدها جروب بغير ان فيه جروب بتاع الكلاس وفيه جروب بتاع اللي هو المحارة العمرية كلها فيه جروب كمان عليه التيتشر وفيه جروب تالت ده اللي عليه مديرة المرحلة بالزبط كده أنا أول ما شوفت جروب بتاع ميس فلانة ده أنا عارفة ان هي دخلة تقول حاجة مهمة فأنا ممكن أبص عليه لكن جروب المامز فعلا أنا بصحة لايس التلاف رسالة وبعدين كل واحدة كل واحدة برضو يا ريهام بتجود بتجود حبيبة قلبي واحنا ما عندناش خلق يعني أنا عايزة عايزة أشوف الرد في كلمتين يا جماعة فيه دفور كذا يعني فيه واجب يعني كذا 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 هيقولولي آه فيه واحد اتنين تلاتة صفحة كذا لكن افتح الكتاب والنهار ده كانت الميس عيانة وجالها برد النهاردة وحصل كذا طيب ليه يا ريام أنا هشوف كل الكلام ده وهريك صحة جداً صراحة هو السورس اللي أنا بجيب منه كل المعلومات اللي أنا عايزة يعني أنا عايزة أعرف النهاردة كان فيه إيه بدلا مخشه أونلاين ودور وشوف إيه لاتعمل وابتدي اشوف الجدول بتاعي اليوم كان عامل ازاي ايه اللي عليهم ديفوار في ايه بيحصل سيليكال كل ده لأ انا بخص على جروب مامي وابتدي اقلب وابتدي اقلب نحنا كمان عاملين جروب مثل ان يلو ديفوار ده بتحط عليه ديفوار بس ايه يا جماعة بصوا عشان اللي دايما تعليم فرنسي مدارس فرنسي يعني دايما يقوله ديفوار لكن لو احنا بنتكلم عشان قناة الاولى بتدخل كل البيوت وكل محافظات هو الواجب الواجب الدراسي الواجب الدراسي تفضل الواجب المدرسي او الواجب الدراسي احنا عندنا جروب في امهات في ادمين اللي هم المسؤولين عن الجروب ده هم اللي بيجمعوا الجدول وبيعملونا جدول وبيبعطونا الواجبات المدرسية وبيبعطونا كمان نسخة من الواجبات المدرسية اللي موجودة عشان بحش فينا يطلخبط يعني حتى عشان ما انت لغبطتش في الصفحات طب اقولك يا ريهام ايه ازرف حاجة شفتيها على جروب المامز بما ان نبتدينا نعلن عن الاكل والطبخ والميك اوب والاكساسيري وكده ايه اكتر حاجة انت مسكتي التليفونجا تخضيتي قلت ايه ده ده جروب المامز ايه اللي حصل يعني حاجة كده طريفة مرة واحدة حاجة طريفة حصلت لا هو بالنسبة لي طريف جدا لما بنقد يعملوا شار لنينك فيها لايك تجيعها حاجات كوميدية بتجيبها من على الفيسبوك تجيبها من على انستجرام اخبار الفنانين فقرة الاسفحة كوميديxus لا وهي بجد اخبار الفنانين بالنسبة لي disappearance اهم كمان في اخبار للفنانين طب جهة حاجة هتلاقي مثلا حد من المامز دي حد فنان معين او فنانة معينة فهتلاقيها دائما بيتشار قد ايه حلوة وقد هيه جميلة وقد ايه واخر اخبارها ايه وبتروح بينه وبتجي منين طيب أنا مالي أنا مالي مونة زاكي لبس الدراس في إعلان ما عارفش أنا مالي مارلين منلوبة أنا مالي ياسمين صبري أصلها طلت على البحر أنا مالي في جروب المامز أنا مالي يعني حبيبي وعلى راسي هل بيحصل فيه إشعاعات يا ريهام على الجروب ده عندنا الصراحة يعني أنا استفدت مرة لما اللعبة اللي كانوا بيلعبوها دي لما كانوا بينطوا كده ويقعد الولد اللي تقاذى وتصاب فده كان مفيد في جروب المامز وخاصة بقى الجينز اللي فتلاقب على الموبايلات يعني دايما انت لقوه نحنا بنحضر بعض جماعة خلوا بالكو في لعبة فرانية الولاد بيعملوا في المدرسة فخلوا بالكو من كذا يا جماعة كلموا مع الولاد بالذات بقى كمان اللي بيأجبني قوي في جروب المامز البولينج اللي هو ان حد يكون بيتنمر على حد لو في طفل بيتنمر على حد في الكلاس فاحنا كلنا بجد ودي حاجة انا بجد بحبها جدا بحترمها جدا عندنا ان احنا بنتكلم مع بعض كامهات ازاي الولاد يتجنبوا ان هما يتنمروا على حد دي مهمة جدا هل ممكن في يوم الايام تاخدي قرار ان انت تعملي اجزت جروب تخرج برا جروب المامز استحالة ان انا بعرف بجد كل حاجة من علي حلو انا بشتغل فبالنسبالي لا الجروب مهم جدا جدا سانكيو يا ريهام ومبسوطة انت كنت معايا النهار ده في يوحكا انا ولينا لقاءات بقى في الاستوديو شاء الله شاء الله مرسي ربنا معاك باي 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 مشاهدينا هنطلع دلوقتي الفاصل وهنرجع نستقبل ضيفي اللي هينورني في الاستوديو هو الممثل والكاتب محمد طلعب عليكم بعد جروبات المامز حدودة مصرية استطاعت ان تفرد نفسها على المجتمع المصري خلال الثماني سنوات الاخيرة ونجحت بقوة تأثيرها في ان تتحول من مجرد مفعول به في الاحداث التعليمية إلى فاعل مشارك في صنع القرار في البداية كانت فكرة جروب المامز عبارة عن جروب على تطبيق واتساب يجمع أولياء أمور طلاب فصل واحد في المدرسة ليتواصل من خلاله الأهالي ويتبادل عليه مواعيد الامتحانات وأخبار المدرسة والدروس والامتحانات والملازم ثم بدأت فكرة جروب المامز تتطور بشكل ملحوظ وتنتقل إلى فيسبوك في عام 2016 والآن وبعد مرور سنوات تحولت جروبات المامز إلى ائتلافات شهيرة على فيسبوك يتم اللجوء لمسؤوليها في جميع وسائل الإعلام كمتحدثين باسم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر كلها ونظراً لقصة نجاح جروبات المامز قرر صناع الدراما والسينما استغلال الفكرة في إنتاج أعمال فنية منها مسلسل حكايات جروب المامز من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وتدور أحداثه حول جروب المامز في المدارس وأولياء الأمور مع تتابع الأحداث بشكل مؤثر بين الآباء والأمهات والأبناء كما تم إنتاج فيلم باسم جروب المامز بطولة روبي ويسرى اللوزي ومحمد ثروت ويتناول في إطار كوميدي العلاقات بين أولياء الأمور وبعضهم من جانب وبين المدرسين من جانب آخر من خلال جروب المامز أرجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا نكملين حلقتنا وجروب المامز هي عنوان الحلقة لكن هتحلق بقى أكتر وهنسمع وندحك مع بعض على المواقف والطرائف بتاكي جروب المامز مع الممثل والكاتب محمد طلعت زيك يا محمد أهلا بيك الحمد لله لأول مرة معينا في يوحكئنا على القناة الأولى هو لأول مرة عموما هنا في ماسبيرو أنا عايز أقول أنا فخور جدا بصراحة مبسوط جدا أنا موجود في المكان أنا أول مرة أدخل المكان إحساسك إيه وإنت داخل كده ماسبيرو من البداية بقى من بره المبنى كده لا 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 بجد حاجة أنا عايز أقولك أن أنا وأنا صغير كنت يعني لما كنت مثلا راجبين مواصلات ولا حاجة معادي من قندب ماسبيرو يعني كنت بتقهب بس الفترة أن الحبة اللي أنا قبل ما أخشي ماسبيرو بقعد أتعدل كده علشان بس أبص وأنا معادي الحتة دي أشوف مثلا موزيع خارج موزيع داخل أشوفه ممثل فنان نجم أي حاجة آه يعني وكان بيتنكد علي طبعا لما مثلا ييجي في نفس الوقت مثلا عربية تعدي رازلي بواصلي للوحظة كنت كده وأنا صغيرة يعني نفس التصوير بالضبط أنت بتقوله ده لو أوتوبيس مثلا أنا بيتفرج كده بل هي أوتوبيس را حوايا في قصهادي طبعا أنا عايزة أشوف عايزة جميلة خارج ولو مثلا المواصلات مثلا العربية اللي راكبينها وقفت فلحظة في عيجي الأوتوبيس يقف هو كمان يقف من ناحية التانية شوف كم سنة بقى من العمر واتقابلنا في ناسبير وابقنا جوه منوارنا والله يا محمد ربنا يخليكم ومصوتنا أنا معاك أكتر طبعا الله يخليك تسلمني احنا النهاردة طبعا بنتكلم على الجروب المامز الأول يعني أنا عارفة أن أنت عندك ولد ما شاء الله يا ربنا يوسف ويونس يوسف ويونس ما شاء الله بس هما لسه في مرحلة الحضانة آه لسه حلو كده بس حتى الحضانة بيبقى ليها جروب المامز ليها جروب آه صحيح؟ طب هل أنت مثلا أنا بشوف رجالة أبهات يعني حقيقي بيبقى حريص إنه هو يبقى على الجروب ده حريص اللي هو لأ أنتوا دخلوني بس أتابع لكن أنا ما بكتبش حاجة آه لكن الأم دايما مراتك هل بتتابع أساسي آه احكي لي إيه المواقف والطرايف اللي بتشوفها في الجروب المامز والله هي مامتهم هي موجودة بس دايما لما يعني الجروب طبعا تعرف عشان خطر حضانة فتبقى مواقفها أقل أقل بس في مثلا ياسين جاب أحمد من شعره يحصل حاجة النهاردة خد الألم بتاع محمد فلاقيها متعصبة جدا أنا تقول لي بقى أنا هبعت على أقول لها إيه دي إيه دي ما تفرجيش علينا الجروب يعني يعني فاك جران أيه ما بقاش الجران والجروب ده أنا هبعت فاك جران والجروب أقول لها إيه دي بالعقل كده علشان خطر فأنا أنا دوري إن أنا أهديها فتبدأ تهدى وفاهمها بالعقل تقول إيه أو ساعات مثلا يكسر حاجة طب إيه المشكلة اللي جات تصرخ وتقول لك أنا مش عارف عمل إيه يا محمد أنا هروح للمدرسة بكرة وبقى هدل الدنيا إيه إيه الموقت تفتكي الموقت بتبقى حاجات بالنسبة لهم عشان هم أطفال فبيبقى التعامل معهم مثلا مثلا إيده تثبت مثلا مش نضيفة فتبقى تقول لي إزاي ابني يجيلي كده بقوا عليه حاجة مكان فتقول لي إزاي يرجع لي كده إيده تثبت مش نضيفة آآ بقوا مثلا كان بيأكل ففيه أثار أكل محدش مسح له من منديل مثلا آآ أنا هنا بقى يا محمد والله يا محمد وإنت يعني ملكش عليا يمين وإنت مش غريب يعني يا هو بقيت من أهل البيت أنا يجيلي جلطة أنا أفتح الجروب ألائي كده ألائي كده أصدقيته ما جاتش نضيفة يا لهوي جلطة مشكلة كبيرة طبعا أنا عايزة مشكلة كبيرة أنا عايزة بص كده على الجروب ألائي فلان جاب فلان من شعره ده عور فلان زميله ممكن بقى بس هيدي حاجات بتبقى عادية إحنا بنعرفها طبعا يوسف ويونس عندنا ما بيتوسوش يعني أخبار الحضانة كلها بيجيبوها لنا وأخبار البيت بيودوها توصيل آآ كل حاجة يعني حصل مثلا مشكلة عندنا في البيت فييجوا وهما اللي بيجوا يقولوا يعني يقولوا إيه مامي إحنا حكينا للميس النهاردة عن كذا طب إزاي تحكي حاجة زي كده فهما بيحكوا بيحكوا أسرار بجد عشان هما أطفال يعني أنت لسه في سنة الحضانة يعني هما مراية بيشوفوا الحاجة ويحكوها يعني ما بيعرفوش حلف مدور وبيقولوا على طول بيحكوا هنا وهنا يعني هما صرحة طب ما فيش حاجة محرجة هما حكوها عنك في البيت فحسيتم أنت واقف مش أنا ما عرفش لأن هما دايما بيجوا يحكوا لمامتهم ومامتهم بتيجي تقولي يعني هما مثلا يونس مثلا حب المس آآ هما لازم في السنة ده آآ فهو جي قال ماما مامتهم ماما أنا عايز أقول لك سر آآ أنا المس وشها حلو قوي بيفهم آآ آآ يعني دي قاد مركز مع وش المس بس ده سر ده سر وطبعا هو ما يعرفش أن أنا عرفت السر يعني ممكن هو لو بيتفرج على الحلقة خلاص هنقومه في الحتة دي ودركها طبعا مامتهم بتيجي تقولي فدي من الحاجات اللي هو المواكف اللي إيجوا هو طبعا بيروح يقولوا حاجات بقى مثلا مواكف حصل في البيت فيروحوا يقولوا ويجوا يقولوا أنه هم قالوا طب يا محمد أنت يعني أنا عارفة أن أولادك صغيرين لسه بس يعني بتدخل بتصرخ وتقول لك إيه الحق ومعرفش إيه الولاد جي إيه دي مش نظيفة هنبتدي لسه بسن الحضانة أنا عارفة لسه بقى سن المراقة بتدي تسمع حاجات تانية خالص آآ الولاد قاعد جنب البنت في الكلاس وما ينفعش يقول لها الألفاظ ديت يعني نطلع بالعمر شوية لكن هل في يوم ممكن تيجي تقول لها مثلا لا أنت برا الجروب ده خالص يعني إيه اللي ممكن يخليك تخرجها برا الجروب المامز ده كل المدام في البيت والله لو بدأ بقى يتعامل يعني يبقى فيه شوپنج جوة الجروب يعني سألاقيها كل شوية مثلا بتاع الديليفير جاي بيوصل حاجة فأقول لها ده إيه دي فتقول لي ده نزلوه على الجروب بتاع المامز فالله جروب المامز يخرب بيتنا بقى لا مثلا جاي بميك اوب جاي بأي حاجة من الجروب في هاساعتها خلاص أنا أصلا إحنا طبعا إحنا بنعاني من موضوع الشوپنج ده آه والديليفير عموما يعني فأنا أنا لقيه جوة جروب المامز يعني أنا مثلا أنا فاكر يونس جاي قال لي بابا عايز بدلت سبيدرمان آه قلت له حاضر يونس نبقى نجيبها إن شاء الله فكان تعرفة بيبقى كل يوم خميس بيبقى فيه اكتيفيتس جوة الحضانة أو المدرسة فأنا قلت له فهما جوم في مرة هيعملوا حفلة فعايزين البدل بتاعت سبيدرمان فطلبوا على الجروب إنه هما عايزين إن شاء الله يوم الخميسة جماعة عندنا إيه عندنا حفلة أو سبيدرمان لازم يحضر الخميسة آه بالزبط فطبعا يونس بقى اللي هو أنا عجبها أنت أنا ماليش دعم ماليش دعم آه فهما يطلبوا هنا فتلاقي مثلا إيه تلاقي حد بقى دخل لك يعني عندنا بيدل بسعر مصنع جماعة لو حدها عايز أيوة يعني هما عارفين الحاجات المطلوبة آه هما بيستدقوا أي حاجة آه لو عايزين يا جماعة أنا عندي على فكرة ممكن أوفرها لكم بسعر كويس ممكن أعملها للناس كلها وبسعر المصنع بسعر المصنع بسعر المصنع آه ممشو الشارع عايز بيدل بسعر المصنع اللي هي في الجروب المامز حد ببيع بيدل سبيدرمان بسعر المصنع في الجروب آه طيب أنا أنا بقيت أحس إن الجروبات دي بقت دعاية أكتر دلوقت يعني أكل ده ما عافش مين الست مين بتعمل محش إيه فممكن تجبولك غاية باب البيت طبعا الست اللي بتشتغل بتشدها الأخبار الزي دي فتلاقيها فعلا كل يوم في طلبات أونلاين بتيجي على البيت ده أكل ده أيوة لا وتلاقي مثلا ممكن واحدة تبقى تسأل ابنها بقى كون هي بتعمل أكل فتسألت الله هوا تقوله مثلا التامر صاحبك يا حبيبي بيجيب أكل إيه معها فأي بيجيب مثلا جبنا بالطماطم فتبدأ بقى تقول يا جماعة أنا ممكن أعمل سندويتشات بيرجر مسلا لو حد بيعاني من مشكلة الجبن بالطماطم لا معرفش حاجة بس أنا بقول فتبدأ تعمل أعلام بقى إيه عشان خطر إيه توفر سندويتشات للطلبة على فكرة عادي ممكن تبقى شغلينة واحدة تعمل سندويتشات وتبعتها مع واقل ابنها أو حمادة ابنها يودي بقى دي تكتب له ورقة دي لسندويتشات وتكتب على الجروب السنت أمو حمادة عاملة مشروع على الجروب عادي تعمل مشروع أه والله تبقى شغلينة حلوة ده توفر على الأمهات أنا عندي مراتبت دايما أكون أنا برا تقول لي يلا علشان أنا عايزة نام طب أنا أعمل لك إيه ما تنامي تقول لي لا ما هاتل فينو علشان أعمل سندويتشات قبل ما نام علشان تصعى الصبح عايزة تنزل على طول فأنا لازم مقيد أن أنا أروح بدري علشان أجيب الفينو علشان هي تعمل قالوا لا طب خلاص نامي انت وأنا هعمل الفينو تقول لي لا مصلا أنا اللي يوم تقوز بقى معينة لازم تعمل حاجة معينة بطريقة معينة ترسهم بطريقة معينة في الـ ده انت لسه ما شوفت اللانش بوكس انت لسه ما شوفتش حاجة يا محمد لسه ما يكبره شوي طب أقول لك على حقيقة ما تيجي نرجع كياب زاكرة أنا وإنت اللي هو قبل جروبات المامز يعني سلام بص سلام ما كانش فيه بقى لما كانش فيه وسيلة التواصل دي إن أنا أبويا ومي يبقوا عارفين عني كل حاجة بالزاب يعني ممكن نهرب من المدرسة عادي ما حدش يهرب لا بس إحنا برضو كنا طيبين زمان وكانوا المدرسين طيبين يعني أنا يعني أنا كانت فاكر من طيبة المدرس إن هو مثلا أول مدير بتاع المدرسة لما أنا عمل حاجة فيكتب جواب استدعاء وليه أمر ويدهوني أنا في إيدي عشان أروح أوصله وأنا من سازكتي كنت بوصله فعلا أنا ما نقدرش بلازم نوصله آه بابا فيه بس هو إحساس الرعب يعني أنا شايلة في شنطتي استدعاء وليه أمر إنت فاكر الإحساس دا لو تروح بقى عملت تبتكر فيلم اللي هو أنا هدخل على بابا قوله إيه أنا عندي استدعاء وليه أمر طب وهتشتم ولا تضرب ولا تعاقب أيوة ولما نكبر شوية كنا نقطعه بقى خلاص تفاكر إنت بقى الشهادات لما كان في كحكة كحكة الحمرة الجميلة دي يعني أولادي كده هيسمعوا الحاجات دي بس ماشي ممكن ما يتمرجوش على الحلقة لأ إحنا دايما كنا بنطلع الأول أيوة الأوائل آه كلنا بنطلع الأول حاجة كنا بنطلع التاني أنا قدام أولادي أنا من الأوائل الحياتي كلها من الأوائل لأنا فتك المعاجبة بأن إحنا قاعدين قاعدة حلوة كده كان الشهادة دي مثلا وقت فيها كحكة مثلا في مادة أنا ما بحباش كحكة حمرة كده دايرة قد كده وبعدين أفضل بقى كان ساعتها لسه مخترعين الكوركتر اللي والبتاع لابي يدال بيخاف فنروح جباله كلها دوائر بيضة فتفضل تاني بس البيتبان برضو يعني شكلها صعب جدا وبعدين بقى إيه بابايا يعني الله يمسيه بالخير يعني بابايا كانش بياخد باله كانت ماما اللي تاخد بالها يعني مثلا إيه لما يكون الشهادة فيها كحك أروح لبابا بابا جاي من الشغل بقى وتعبان وقرفان مش هيدخل في التفاصيل دي فقول لبصي بابا وبعدين إنت ارجع بقى بالذكرة نروح إيه للرقم العالي يعني شوف أكتر مادة انت واخد فيها رقم محترم يعني ببص بص بص فأنا هوادي يعني بقى بص 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 انواخدك كان في الفرنسي لا يعني الفرنسي ده بيبقى الخط مثلا بحاجة عادية جدا الخط بالظلط كده أنا جايب 19-20 في الخط يا بابا عادي كنت بتعمل ايه أيام الكحك ما كنتش طبعا بودي الشهادة الشهادة خالص كنت تمدي بدل باباك أه كنت على فكرة كنا بنقلد الإمدل أنا كنت عارف إمدتهم فكنت بقلد إمه وانا كان خطي حلوة في ابتدائي كان خطي حلو فكنت بعرف أقلد الإمدل أه دي خلاص يعني ولا مرة تقفاشت ان انت ماضي بدل باباك لا 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 طب ولا مرة دايرا صورتي كانت حلوة في البيت جدا ما تهزتش الحمد لله طب ولا مرة باباك ما سألكش فين الشهادة أو مامتك وأنت يا ابني ما بتجيبش شهادة ليه أنا عارف ما المدرسة ما بيدوش شهادات يا بابا ما كانش فيه الجروبات دي ما كانش فيه التواصل ده الغريب الفضيع هو طبعا التواصل المهم جدا التواصل المهم ولكن دايما كل حاجة حلوة لازم يطلع مجموعة يبوزوها يعني جروب معمول عشان نتابع عليه الأخبار فأنا أنا شايف ان هو المفروض الجروبات دي ما تبقاش بالشكل ده يعني يكون هما بيبقى تقريبا بيبقى المفروض يعملوا الأدمين بس هو اللي يكتر بالزبط سأتها بيقول المعلومة بالنسبة لفلان الفلاني لو انت عايز تبعط رسالة موجهة لشخص معين ابعط له بينك وبينه أو اتصل به أو بيبقى فيه حاجة في الجروبات بتبقى اللي هي اسمها بأن أنا ابعت حاجة توصلك ليك انتي بس أيوة ما انت بتعمل ربلاي على الشخص اللي باحت لا لا بعمل جروب والجروب ده انت بيجيلك المسج ما بيني وما بينك في المسج استنى بس أنا أقولك التفاصيل المهم يعني احنا يمكن نطلع بأهم ميزة لجروبات الماميز التواصل تواصل ما بيني أنا كأم وما بين أشوف ابني بيعمل في المدرسة أو الحضانة والتيتشر لكن الحاجات بقى الغريبة اللي بقيت تظهر على جروبات الماميز هنتكلم فيها بعد الفاصل ماشا يعني لو شهدية نطلع فاصل ونرجع فيها طيب احنا تكلمنا على جروب الماميز والمشاكل والماميز بس أنا بصراحة بشوف ماميز اللي هي الأمهات خلينا نتكلم بقى كده بالبلدي الأمهات فيه أمهات عندها خلق طويل قاعدة وريقة وتفتح الجروب وترد وتاخد وتدي وتضحي بالمعلومات وحاجات كده وفيه أمهات بتشتغل ما عندهاش خلق هي عايزة تاني شوف المعلومة واحد زاد واحد ساو اتنين ابني عمل ايه النهاردة ايه الواجب اللي موجود سلامه عليكو باي باي فطبعا الناس الريقة مع الناس العاملة اللي بتشتغل اللي مش ريقة فبيحصل ايه مهاترات لكن محمد أنا عايزة روح لحتة تانية خالص يعني الجروبات دي بالنسبة لنا كأم حرق دم برضو إن أنا أفضل مستحملة دي بترغي ودي هدية ودي بلها طويل أنا بالنسبة لي أتعص بس أعطي تخيل مثلا ليه دايما الأمه اللي برضو شايلة أهم الجروبات الماميز جوه المدرسة طبعا ليه للأب ما يبقاش ليه جروب بابيز مثلا للآباء للأبهات فتخيل كده تعالى كده كده نرجع كده نقول إيه لو اتعامل جروب بقى للرجال للبابي أنا لو أنا في جروب البابيز أنا طبعا أول حاجة هعملها ميوت أكيد أصلا أنا عاملة ميوت لجروبات الماميز وجروبات العيلة جروب العيلة وجروب كل حاجة بعملها ميوت أنا بيبقى عندي كده فوق كل الحاجات كلها جروبات لحاجات غريبة آه كلها معمول لها ميوت أيوة بس ده ابنك يا محمد ابنك يا باب ما أنا لما حب أتطامن بقى هخش أفتح هشوف إيه الآخر الأخبار الدنيا تمام تمام يعني أول حاجة هتعملها في جروب الأبهات ده إن انت تعمل ميوت ميوت دي أول حاجة ما فيه تاني حاجة ما فيش حاجة بقى ما خلاص بربه ما شوفش أنا عايز أقولك أنا ما أحبش الجروبات أصلا طب بفرد بقى الأب بقى اللي زيك عمال يقولك أصلا ابنك النهار ده كان معاه أكل كذا كذا في اللانشوكس لا عايشوا معانا بقى الأجواء اللي احنا بنعاش أنا عايز أقولك أنا وصحابي كنا بنجي بنلعب لعبة مع بعض على الموبايل فاللعبة دي مثلا مثلا آيا كان اسمها إيه فبنقول إيه بنبعث لبعض كل شوية الرسائل لكل واحد يلا كذا يلا لعبة كذا يعني يلا كذا يلا كذا يلا كذا يلا كذا يلا وبنتجمع جوا اللعبة فعملنا جروب إن عشان نكتب عليه يلا كذا فكلنا نروح وسمينا الجروب كده باسم اللعبة من ساعة ما عملنا الجروب ما بنعاش نلعب اللعبة خلاص عشان هو الجروب انتو كارهين الجروب أصلا ما فكرة إن إحنا نقعد فأنا هخش جروب البابز وأشوف الرجال عمالة تكلم بعض وبتاعه لا صح إحنا بس حبينا نلمس الواقع المرير اللي إحنا عاشين هي الست الجنة حمالة قاسية هي الست ليها الجنة أهو أهو قالها يعني الست ليها الجنة والست حمالة قاسية والراجل عمره اللي هيبقى عنده قول إن هو يستحمل جروب ولا يشوف أولاده بيعمله في المدرسة ولا الهاري والراغي كتير اللي إحنا بنستحمله الست ممكن تشتغل وترجع وطول ما هي في الشغل بتتابع البيت واللي بتطبخ واللي بتنزل والجروب الماميز والجروب المدرسة وبتابع كل حاجة فشكراً لنا يا ماميز على استحملنا لكل اللي بنشوفه في حياتنا شكراً لك يا محمد بس أنا عايز أقول حاجة هو الرجالة برضو عندها عقل بالنسبة للتعامل مع الأطفال أطبع يعني أنا بعرف أتعامل مع ولادي أكتر من مراتي معشان أنت بعيد عن التفاصيل ما هي طبعاً العقل هنا حكتة الحكمة هي من كتر الضغط اللي عندها طبعاً ربنا يكون فعونهم ما بيعرفوش يعني بس العقل الأب بيبقى عنده حتة النواة إيه بالعقل يعني أنا فاكر يونس يوسف كان عنده مشكلة بنحط له الجهاز اللي هو بنديله جلسة كده علشان صدره فهو مش عايز ياخد البتاع ممتو عملا تصوت أنا تعبت أنا مش عارف الدهار عشان هي طبعاً أنا قلت لها تابساني سي بي وأعادته فجبت الموبايل فتحت الأبليكيشن اللي هو بيغير الصورة ويجيب صورة آه المعزة بتاع ده غزالة مش عارف إيه وروحت حطط له البتاع وجبت له ده على طول قدامه فهو بيبص كده لقى فيه غزالة قدامه ووشه بقى فيه غزالة وكان لسه طفل بيبي صغير فأشيل أروح شايله دي وروح إيه تروح الغزالة رايحة فهو بقى إيه عايزها يحطها وقلب له فأجأ نشلهله بقى يروح هو عايزها تاني فبقى في دماغه مخه أدرك إن إيه إن دي هي اللي بتعمل الأشكال دي ده لطيف جداً عشان أنت بعيد عن تفاصيل اليوم عن حرق الدم لا مش دماغ ما هي لا كرياتيف ليه؟ لأن إنت ريلاكس مش طول النهار بقى بتجري وراء تأكله وتجري تحميه وتشوف وراء إيه وسخن كما داته للليل وتنزل الشغل وإنت مطبق فيعني الأم من كتر اللي بتشيله بجد حي وأكيد يعني بالعكس إنت تشكر يعني أن إنت حتى بتساعد أو بتسندها حتى هو عيان لكن الأم يا سادة يا كراء الأم الأم حملت أسادة شكراً يا محمد على وجودك معنا النهار ده ونورتنا فيه كأنا مشاهدينا خلصت حلقتنا النهار ده وجروب المامز شيء لابد منه عشان تقدر تتابع ولادك في المدرسة تتابع ولادك في الحضانة لازم هتكون شر لابد منه جروب المامز لكن خلينا إحنا بدورنا كمان ما نسمحش لجروب المامز إنه يتحول لمنصة إعلانات إحنا اللي نقول لأ عشان يفضل جروب المامز دي أو جروب الأمهات بتاع المدارس يفضل برونقه وباحترامه وبتقديره معلومة ورد غطاها لكن لو أنت حطتي إعلان وغيرك إعلان وغيرك إعلان بازت العملية ومش هارف أتابع ولادي في المدرسة شوفكم الحلقة الجيئة على خير إن شاء الله كنت معاكم إمام مختار ويحكي اشتركوا في القناة